اشتركوا في القناة اقتصاد الوطني خاصة بعد تداعيات جائحة كورونا على هذه القطاعات في السنتين الماضيتين ابعاد اقتصادية ايجابية لسباق الفورميلا وان شملت في كل استضافة حضنتها مملكة البحرين جوانب وأركان المجتمع المتنوعة وتزداد في كل سباق شريحة المستفيدين مع ازدياد الافكار الجاذبة وتطويرها للزوار والمستثمرين خلال فترة السباق في موطن رياضة السيارة في الشرق الاوسط لاستضافة سباق الفورميلا وان اهدف عدة حقق العديد منها منذ اول استضافة كتحسين انتاجية القطاعات الاقتصادية الرئيسية والتركيز على تطوير قطاعات واعدة وتحفيز المستثمرين على الدخول في قطاع الرياضة وتعزيز الفرص الاقتصادية بين الشركات المحلية والعالمية لعقد الشراكات الاستثمارية حيث ترتفع عوائد الفنادق والمطاعم ونسب اشغال الفنادق خلال فترة الاستضافة وتنشط الحركة الشرائية في الاسواق والمجمعات التجارية مع توافد عشاق هذه الرياضة مملكة البحرين تكتب قصة تفرودها في صفحات تاريخ رياضة السيارات العالمية وتؤكد الاشادات العالمية في كل مرة على انجازة حلبة البحرين الدولية التي ساهمت في ابراز الاقتصاد البحريني على الخارطة العالمية وكانت عامل جذب فعال للاستثمارات الاجنبية من خلال انتهاج مسار الاقتصاد المنفتح وتوفير البيئة المستقرة والمرافق السياحية المتعددة والكفاءات الوطنية وتوفير خدمات سهلة وميسرة للأفراد والشركات أمن وأمان واقتصاد حر جذب أنظار الملايين حول العالم مبرزا ملامح الاقتصاد الوطني من خلال خططين وأفكار خلاقة وضعت باحترافية للنهوض بالاقتصاد وفقا لرؤية مملكة البحرين المستقبلية شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين